عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أولى جلساته في العام الجديد لموصلة مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وخلال الجلسة العامة تمت إحالة سلس قرارات جمهورية إلى اللجنة النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها فضلا عن الموافقة على عدد من مشاريع القوانين جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لموصلة مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في بداية الجلسة تمت إحالة ثلاثة قرارات جمهورية ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية وذلك إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها كما تمت إحالة ثمانية وأربعين تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات كذلك تم تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة واحد وثلاثين طلبا مع مراعاة ضم الطلبات المتشابهة معا تلا ذلك الموافقة على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة وذلك في مجموعهما ونهائيا بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتي حاويات وذلك في ميناءي الدخيلة بالإسكندرية والعين السخنى مشروع هذا القانون جاء في الإطار الدستوري والقانوني وأن التوجه نحو اشتراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات توجها عالميا وضروريا لدعم موازنات الدول في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية أرى أن تطوير المواني المصرية أصبح ضرورة لابد منها في ظل التنافس الذي تشهده المنطقة خاصة أن مصر تمتلك موقعاً غرافياً لم تستطيع حتى الآن تحقيق الاستفادة منه بالشكل الأمثل وتعظيم القيمة المضافة التي يمكن الحصول عليها في إطار عملية التطوير التي تهدف إليها مشروعات القوانين التي نناقشها اليوم كما وافق المجلس نهائياً على مجموع مشروع قانون اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد المجارية وكذلك وافق المجلس نهائياً على مجموع مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك بروداكشن بي في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية أقول أن المنطقة التي هي الصحراء الغربية حقيقة في خلال الاكتشافات البترولية التي تمت وتزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية التي موجودة في هذه المنطقة وسعي وزارة البترول إلى تحقيق كميات كبيرة من الاكتشافات أو من البترول في خلال هذه الفترة الجلسة العامة وافقت كذلك على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو من خلال مؤسستها المالية التنموية الوكالة الفرنسية للتنمية وهكذا يواصل مجلس النواب مهامه وأداء دوره الرقابي والنيابي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين فضلا عن تقديم تشريعات للحكومة تساعدها على القيام بواجباتها اشتركوا في القناة